مو تابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهاردة جاي لكم بأداة مميزة جدا 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 أداة النهاردة هتهم كل الناس اللي بتلاقي صور وتبقى عاية تنشئ صور زيها معجبة جدا بالصورة أو معجبة بالنمط الموجود في الصورة مش قادرة مثلا تدفع علشان خاطر تحصل على صورة زي دي على بعض المواقع زي شاتر ستوك زي آي ستوك زي آن سبلاش بلاس في مواقع كتير جدا لازم أنك تدفع علشان تحصل على صورة ما في الحالة دي الذكاءة الاصطناعي جايلك بأداة النهاردة مميزة جدا للحصول على صور أو توليد صور مشابهة لهذه الصور من خلال الحصول على الأمر الصحيح اللي انت هتنشئ به الصورة بعض الناس وأنا عارفة هتقولي في التعليقات بسيطة أنا ممكن أرفع الصورة على شات جي بي تي وشات جي بي تي ديني الوصف لا الموضوع النهاردة مختلف تماما النهاردة الأداة اللي احنا هنستخدمها واللي موجودة على هجل نفيس واللي موجودة بشكل مجاني هتقدر نها تحلل الصورة علشان تقدر نهاي تديك الوصف المزبوط من خلال الكي ووردس أو الكلمات المفتاحية اللي تساعدك على إنشاء صورة مقربة إليها تماما الأداة دي متضربة على ده يعني هي مخصصة لهذه الجزئية إنها تفهم وتدرك الأنماط الخاصة بالصورة واتطلع الميزات والتسميات الصحيحة اللي تقدر أن أنت تنشئ بيها الصورة بالنمط بتاعها المزبوط وبالتالي الموضوع حيكون مختلف أن أنا أرفع صورة على أي نموذج ذكاء الاصطناعي وأقوله ديني وصف الصورة علشان الموضوع يبنلك أكتر النهاردة حنعمل الموضوع ده بشكل مجاني عشان تقدر توصل لك الكونسبت أو الفكرة اللي أنا عايزة النهاردة أوصلها لك من خلال هذه الأداة يلا بينا نشوف أداة النهاردة هتشتغل إزاي كل اللي عليك إن انت هتروح للرابط الموجود في الوصفة أسفل فيديو احنا بنحط أي روابط في الوصفة أسفل فيديو لهذه الأداة اللي هي الموجودة على من خلال الرابط بتفتح معاك الوجهة اللي انت شايفها قدامك وحتبتدي هنا تلاقي حاجتين حاجة اسمها وحاجة اسمها أنالايز البرومت بتحصل منه على الأمر اللي انت عايز تنشي بيه صورة مشابهة للصورة اللي انت رفعتها أما بالنسبة للأنالايز من اسم كده أنالايز وهو تحليل بتقوم هذه الأداة بتحليل الصورة هنجرب الاتنين مع بعض عشان نشوف الاتنين يلا بينا نشوف أول حاجة وهي البرومت تعالوا نرفع الامج بتاعتنا ممكن كمان إن انت تعمل دروب للامج هنا بتدي إن أنا أرفع الصورة دي صورة من الصور الموجودة على آي ستوك عجبتني عايزة أعمل صورة مشابهة ليها وهي صورة طبيعية وهو يعني لو انت عايز تنشئ صور باستخدامه على فكرة أو ده الإي حينفع قوي يعني الأفضل يعني الأفضل طبعا أنت تروح تعمل باستخدام الاتنين دول ولكن استخدمه مع يعني الأمر استخدامه مع أي موقع تاني ما فيش مشكلة ولكن هو بيقولك يعني وهنا بس هو ده النموذج زكاة الاصطناعي اللي احنا بنستخدمه بعد كده حبتدي أنه أنا أختار في المود في باست وفي فاست وفي كلاسيك وفي نيجاتف أنا هستخدم البيست وطبيعي أنا عايزة أفضل حاجة وهنا حبتدي أقول سابمت ونستنى لحد ما نشوف النتيجة فبعض الأحيان الهاجينج فيس عموما بشكل عام أدوات الهاجينج فيس لما استخدمت ستعمل error كده معيك أهم حاجة للإنترنت يكون كويس لحد كبير يعني وفي نفس الوقت ما يحصلش أن انت لو انت شغال على الموبايل واستخدمت هذا الموقع أو الأداء بالذات هتبص تلاقي أن انت ولو انت استخدمت هذه الأداء ما تحاولش أن انت بقى تفتح تابس تانية أو كده لأ يعني لازم تكون فاتح على لو انت شغال من البراوزر تبقى فاتح على هذه الأداء علشان ما يحصلش موضوع error هنا ابتدى يديني الأوتبوت هنا هو هنا عطاني الأوتبوت الخاص بالصورة لو أنا خدت الأوتبوت ده copy بالمنظر ده كده خدت copy الأوتبوت وروحت على ليوناردو AI هروح على ليوناردو AI هنروح على ليوناردو AI هبتدي الأولى روح للليجاسي مود ليه؟ علشان أستخدم stable diffusion 1.0 اللي هو هيكون أفضل معاه الأمر هنا هبتدي أروح حط الأمر بتاعي وهنا طبعا الأسبكت ريشو زي ما احنا شايفين 16 لتسعة فهروح أضبط الأسبكت ريشو هي أورادي هي على 16 لتسعة وهنا هروح ليه الموضل اللي أنا هستخدمه هيكون الموضل بتاعي اللي هو stable diffusion XL1 ده اللي أنا هختاره وحبتدي إن أنا أقول له generate هنا ليوناردو ستايل هقول none مش عايزة ليوناردو ستايل أنا هختاره none وهنا مش هحط حاجة في add element وحبتدي أقول له generate وتعالى نشوف النتيجة هنا أعطاني كذا صورة من المفترض إنها مشابهة للصورة الأصلية وأنا برجع أقول لك مشابهة للصورة الأصلية لأنه لو هو أنشأ صورة بالضبط 100% حيبقى ده ظلم كبير جدا للشخص اللي تعب وصور الصورة إنت صورة بتاعجيبك بتجيب صورة مشابهة ولكنها ليست الصورة الأصلية من الصور الحلوة ممكن تكون صورة زي دي لحد كبير مشابهة تعالى بقى نجرب مع بعض خاصية flow state وتفتكروا إحنا كنا تكلمنا عن flow state الموجود في ليوناردو AI اللي بتعطي تديك صور صور لحد ما بتوصل للصورة اللي أنت عايزها أنا هروح هنا لل flow state وبالنسبة لي ال vibe كله automatic automatic ممكن تختار stock photo lighting ممكن نخليه automatic automatic أو film shot type حسيبه automatic color theme حسيبه automatic وحبتدي إن أنا أجرب كده أعمل generate هختاره 16 لتسعة حط الأمر سيش بس تحط الأمر هخلي بس الآيفون اللي بصور بيه كإني بصور ب 16 pro وهنا هشير الجزء بتاع البازل ده ته ممكن تعمل أي تعزيل على الأمر زي ما أنت عايز وهنا وهنا a realistic view for a طبعاً وصل للأقرب حاجة أنت عايزها وعمل generate وتعالوا نشوفه النتيجة بتختار اختيارات كتيرة جداً بتختار الاختيار اللي أنت عايزه ممكن يكون مش نفس الصورة بالزبط ولكن في حاجة أحلى فتبتدي إن أنت تختارها في حاجة زي كده مثلاً من الحاجات الحلوة قوي ممكن أعمل لها download ممكن أنت تعمل صور حلوة مشابهة لصور عجبك ممكن تستخدمها مثلاً في إعلان عايز تعمله تانية حاجة موجودة عندي على هاجينج فيس باستخدام هذه الأداية هو الانالايز أو التحليل موضوع التحليل لو أنا رفعت مثلاً صورة وعايز أحللها من ناحية الارتست الموفمينت الفليفر الستايل بتاعها تعالى كده نشوف الانالايز حيديني إيه بعد ما حلل بالنسبة للصورة نفسها هي من stock photo وهنا بالنسبة للارتست هنا حيقولك inspired by إيه يعني هنا الفنان والموفمينت الحركة والtrending shutter stock contest winter والtrending بتاعها والفوتو of lake on a sunny day ده الوصف بتاع الصورة ده تحليل الصورة الموضوع ده بصراحة أنا مش هيفدني بشكل كبير بس هو ممكن يفيد الفنانين والمبدعين والناس اللي بتنشئ صور بالذكاء الإصطناعي ومحتاجة انها تعمل inspiration يعني انها تستوحي من فنان معين هي اللي ممكن انها تستفيد بشكل كبير من الموضوع ده يعني الموضوع ده خاص بالمبدعين بشكل عام بس حبيت برضو ان انا اتناوله لربما يفيد حد من اللي بيشوف الفيديو ده بالنسبة لأداة النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منها هي مجانية موجودة على هاجينج فيس وحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكممنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولكنت بتشوفنا لأول مرة وتنساش تعمل subscribe لقناة لو فعلا استفدت من الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته